نتائج معاقة الجورف سبتمبر 1955 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات سابعا نتائج المعركة من الصعوبة بمكان تردير خسارة الطرفين لأن الجيش الفرنسي أقام أثناء المعركة مراتس بالجورف لمعالجة أفراده وحتى ستين وادي الجورف الجرافة غادروا المنطقة بعد تعرضهم للقص وعليه تضاربت أقام خسارة الطرفين وعموما فقط كانت خسارة جيش الاحتلال التالي ما بين الأربعمائة إلى ثمانمائة قتيل وأرطر من ألف وخمسمائة جريح وفردان مئة جندي وإسطاد ثماني طائرات وتدمير ثلاث مصفحات فضلا عن ضايع تميات كبيرة من الضخيرة وحوالي 150 قطعة أسلحة للبنادق الآلية 50 بندقية وغيرها أما عن تضحية جيش التحرير الوطني فقد تباينت التقديرات وعموما فهي ما بين 60 و70 شهيد و60 وتسعون جريح وضايع 15 قطعة سلاح تعذى لاحتفاظ بها ليلة الخروج وهي علامة طافلة للبغال وهذا وقد أحرق الجيش الفرنسي عشرات القرى والمداشر وقتل الأهالي من نساء وأطفال وشيوخ وصادر حلية النساء فضلا عن المواشي والمؤن وأقام مراتز التعذيب والمراقبة ففي منطقة تتبسة كانت فرنسا قد أنشأت منذ اندلاع الثورة حتى مطلع الستينات ثمانية مراتز للتعذيب وإحدى عشر مركزا للمراقبة وثمانية عشر متانا للقتل الجماعي وثمانية محتشدات وإثنان وخمسين ثتنا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد المترجم للقناة